زي مشاهدين بينضم لينا الزميل العزيز عبد الرحمن طارق طبعا اللي كان متواجد في كود فوار وعاش كل الأجواء والكواليس هناك وطبعا براحب بك في الأول عبد الرحمن براحب حضرتك يا كابتن موير منور الدنيا وبالنجوم الكبار وكابتن مصافيون عملت شغل هاي وكابتن طاري يحيى وكابتن عمارة طبعا بص بقى يا سيدي أنا الكواليس دي كلها عشتها من 2006 2008 2010 كسعلم لكرات و2017 وكواليس كوتيفار وانت هنا ايوة وكان عندي كواليس وان هنا فانا عايزك تعيش الناس ماذا حدث في معسكر منتخبنا الوطني بداية من رئيس البعثة المشرف العام على المنتخب الجهاز الفني اللعيبة نتضحك ليه عمارة نتضحك لازم نتضحك سيب الراجل فضل يا عمراح مو ربنا معك يا بودي احنا ناخد يا كابتن بقى من حالة اللعيبة كمان من قبل ما تسافر بعض اللعيبة كانوا متشأمين والبعض الاخر كانوا متفقلين يعني كان فيه لعيبة بتقول بالنص كده احنا هنروح هنلعب طالط مطشط ونرجع وفيه لعيبة كابتول احنا هناخد البطولة وده طبعا بان واثر على حالة اللعيبة جوه البطولة وفي المعسكر تمام عبدالله السعيد كان بتمويد بقى اذا يعني حاجة كده عبدالله السعيد كان موجود في اندمن القائمة الموجود قبل القائمة انه ايام تتعلم روي فيتوريا كان مستقر ان هو هياخد عبدالله السعيد على حساب احد اللعيبين اللي تواجدوا في قائمة المنتخب ولكن تمت ضغط عليه واستبعد عبدالله السعيد في اللحظات الاخيرة وعبدالله السعيد كان هينزل بيان على حسابه الشخصي تويتر ويوضح فيه الحالة اللي حصلت ان فيتوريا تكلم معاه وقال له انت تبقى موجود معاه في القائمة النهائية ويرجعه من الاعتزال الدولي بعد ما اعلن اعتزاله الدولي ولكن عبدالله تفاجئ انه مش موجود في القائمة النهائية واستبعد في اللحظات الأخيرة على حساب أحد اللاعبين وطم الضغط على فيتوريا الاستبعاد عبدالله السعيد وضم أحد اللاعبين اللي كانوا خارج الصورة الضغط من مين يا عبدالله مين اللي ضغط علي عبدالله أنا نفسي تسيبه الراجل يخلص خالص ده جملة مهمة يبقى أول حاجة ألهم كسام تاني حاجة الضغط على المدير الفني احنا ليلتنا النهاردة مطولة اهدوا على نفسك اكمل يا عبدالرحمن ما تخليش حد يشتتك كمل ما تقطعوش الراجل وتدخل أحد أعضاء اتحاد الكورة واتكلم مع عبدالله السعيد خلاص لم الموضوع يا عبدالله ان شاء الله نعوضها في المعسكرات اللي جاية انت رجعت من اللي اعتزال تبقى معنا في التصفيات اللي جاية للموهيلة الكسي العالم ولازم نلم ونقفل على اللعيب وعالمنتخب عشان ما يبانش ان انت بتصدر مشاكل وعبدالله لم الموضوع وتم الانتاء سفرت بقى تم الاعلان عن القايمة النهائية والبعثة سفرت كوتيفور من اول مباراة زي ما كنت بقول لكابتل مويب وحضراتكو كان في بعض اللعيبة متفقلة وبعض اللعيبة انا عايز بس اقولك ان اللعيب اللي مكانه هو امام عشور بتضحك ليه ما تقولها على طول النهاردة تقول كل حاجة عبر احمد النهاردة تقول كل حاجة للناس ما تخبيش حاجة هتقول لي حاجة هترجمها لك امام عشور ما كانش رايح البطولة واللي كان رايح مكانه عبدالله السعيد ادي اول حاجة سلبية الضغط على المدير الفني وردخ المدير الفني تفضل امام عشور كان خارج حسابات فيتوريا في المباريات امام عشور كان خارج حسابات فيتوريا في المباريات فيتوريا اضطر ان مشاركة امام عشور بعد الاهتزاز اللي حصل في نص الملعب وانه هو لجأ لامام عشور عشان ينكز نص الملعب وينكزه فنان ان احنا لو شفنا في المباريات امام عشور كان اللعيب الوحيد اللي بيأثر اجابيا مع المنتخب الوطني كان بياخد الكرة وينقلنا للامام وفيتوريا اضطر انه يشارك انه يلعب به امام عشور كان بعض هناك بعض اللعيبة اقل من امام عشور في المستوى كانوا متقدمين في الترتيب عند فيتوريا ولكن بسبب اهتزاز النتائج وبعد اول مباراة تعادل مع موزنبيك في الدهاية الاخيرة فيتوريا خلاص قال لا هرجع تاني امام عشور وبدأ به مباراة غانا ولعب به في ماتش كامفيردي تمام لكن كان هناك انكسام زي ما قلت لحضرتك جوه المنتخب طيب نروح بقى لماتش موزنبيك ماتش موزنبيك احنا تعادلنا فيه في الدهاية الاخيرة وكان اداء صعب جدا الاجواء هناك برضو بصراحة كانت صعبة جدا الرتوبة عالية جدا الملعب على اعلى مستوى ولكن الرتوبة والجو كانوا مؤثرين جدا على اللعيب كان هناك بعض اللاعبين خارج الحسابات بالنسبة لفيتوريا وكانوا مستبعدين تماما وتفاجئوا بمشاركتهم ده بقى نيجي ليه كابتن موهيب يعني بتسلسل المباريات بعد ماتش موزنبيك صلاح قعد مع اللعيبة تكلم معهم لازم نركز لازم نكتعد ما ينفعش الاداء اللي ظهر مننا ده انتوا اللعيبة كبيرة وعايزين ناخد البطولة فيتوريا ما تكلمش مع اللعيبة خلص صلاح هو اللي كان بيجمع اللعيبة ويتكلم معهم برشوية ولكن برضو تم التعادل واحنا هنا بقى كنا مبين يعني حاكتين يا هنخرج يا هنكمل كامفيردي طبعا كسبت فالماتش بقى سهل لعبوا بالبودلاء وانهم كانوا محتاجين الماتش قوي وقدرنا ان احنا برضو في الماتش التاني نتعادل مع كامفيردي كل اللعيبة كانوا في صدمة كبيرة جدا وانهم ازاي احنا نتعادل 3 ماتشات وازاي احنا ظهرنا بالمستوى ده وكانت كل الاصداء اللي موجودة هنا في مصر داخل المعسكر بالنسبة للعباء كانوا بيتكلموا مع بعض وقعدين مع بعض ولكن بالبلد كده كابتل مويب كان فيه لعباء مش في دماغة مش في دماغة القصة مستبيعة القصة كان فيه لعباء فيتوريا بعيدها تماما في التاكتك كانوا مستبعدين تماما ما كانوش موجودين كان هناك بعض اللاعبين لا احنا نرجع بقى ونركز مع انضيتنا زي مين يا عبد الرحمن من المستبعد ولعب او تفاجأ انه لعب مثلا لا في بعض اللاعبين اللي يتفاجأوا انهم لعبوا في ماتش الكونغو زي مهند لاشين ومحمود حمادة مهند لاشين ومحمود حمادة في المباريات السابقة كانوا موجودين في المدرجات مرة مهند موجود مرة محمود حمادة موجود برا القايمة تماما وكانوا بيبقوا بعاد تماما يعني محمود حمادة في التدريبات كانوا مستبعدين بردو بقولك ايه او من اللي جابوه من الحمام قالو تعالى هتلعب ده مهند لاشين مهند لاشين في ماتش الكونغو بعد بعد طرد او انت فاكرنا انا سايبك هناك كده او معرفش يعني مهند لاشين دخل قط اللبس بعد طرد محمود حمدي هو مش فيتنقل ان يلعب الراجل مستبعد الراجل طول الماتشات احد في المدرجات فبعد طرد محمود حمدي دخل القوضة عشان يواسي محمود حمدي وكان موجود اتفاجئ ان الناس بتدور عليه يلا عشان هتنسل يعني دخل قط اللبس من غير ما المدير الفني ولا الاداري لا بيواسر او بيقضي حاجات ولا حد يعرف كان بيقضي حاجات هو فاقد الامن هو يلعب هما كانوا في الاناطر ولا كانوا فين انت عارب بقولك ايه ده احنا بنتفرج على فيلم كابتن مصر فاكر فيلم تاعة كابتن مصر تاعة محمد عدل امام قول يا حبيبي كم الراجل جابوه يعني انا هلعب ده انا بعيد ده الراجل بعيد من الراجل مش مدخلني حتى مش موجود ما بيقولش ان انا هبقى موجود ما بيقولش ان انا هلعب وجي نزل مؤند لاشين في الديئة كام مية واربعتاشر ولا مية وخمستاشر تمام مؤند نزل يعني الراجل قطر خيره يعني عمل اللي يقدر عليه نيجي لضربات الجزاء ضربات الجزاء كابتن مهيب المفاجأة الكبيرة جدا ان فيتوريا كان مركز على خمس لعيبة بس خمس لعيبة بس هم اللي يشوتوا ضربات الجزاء الباقي كده بالصدفة بقى لما خلصنا اول خمسة لعيبة كل اللي يمسي الكورة شوت يا محمود خش يا مصطفى فاتحي كده باللفز خد لا انا هخش لا انت هتخش كده ده حصل في ارض الملعب هي دورة ودية فكان كل اللي بيجي له الكورة بيخش ويشوت لدرجة ان هناك بعض اللاعبين ما كانوش حاسبين احنا كام كام ولا مين اللي عليه الدور ولا مين اللي يخش حالة توهان مش طبعية فجات الكورة طبعا اللي الناس قالت عليها ان مهند لاشين اتهرب منه يشوت ضرب الجزاء لا احقاقا للحق مهند ما اتهربش مهند يعني بعد الموضوع ده قال انا شدت في نهاية افريقيا وضيعت فمش هخاف ان انا خش في دور الستاشر وشوت حتى لو ضعت ده ناصبنا كل اللي عبت العالم بتضيع جاء ابو جبل مسك الكورة مهند قدم رجل واخر رجل خلاص يعني اوه مهند كان داخل لابو جبل مسك الكورة فارجل ما صدق بقى لا يعني ما فيش ورع مكتوبة من المدير لا هو مكتوبة خمس الاولانيين ما نعصد كده ما نقولت كده خمس الاولانيين ما نركز على خمس حتى في التدريبات ما فيش طيب فابو جبل مسك الكورة ودخل ابو جبل برضو احقاق للحق من اللاعبين المميزين اللي بيشوتوا في ضربات الجزاء وكان بيجيبها في التمرين التمرين اللي قبل ماتش الكونجو كان بيجيب دربات الجزاء اللي شط ولكن ابو جبل طبعا صوت التوفيق اللي حصل معاه ضيع الكورة الغريب كمان يا كابتن ان الورقة او الزجاجة اللي كان مكتوب عليها الورقة بتاعت ابو جبل كان مكتوب بزي ما ظهر في الصورة بالزوايا اللي هيشوت عليها اللاعب بتاعتهم ما راح شوف فالة واحدة لكن هنا بقى المفاجئ ان مدرب حراس المرمى قال له انسى الورقة دي بقى اتعامل انت بقى بدماغك خلاص ينسى الورقة دي بعد ما هو بقى ابتدى ايه اللاعب بقى تطوير مين اللي عمل الورقة مدرب حراس المرمى يعني ينسى العلم ويتعامل بالفهلوة مدرب حراس المرمى بالتعاون مع محلل الأداء فهم حطلوا الزوايا لما لقى اول كورتين اللاعبة بتشوت عكس الزوايا اللي مكتوبة الورقة ما كانتش كلها صح فاللعبة كانت احنا لو نلاحظ هلا ان كانت فيه اللاعبة بتشوت في النص ففي النص دي اصعب حاجة على حرس المرمى حرس المرمى بيحدد الزاوية واللعب بيشوت في النص خلاص فابتدى هنا التشتت يحصل لابو جبل تمام طب انا بقى عمشي بالورقة ولا بدماغي قولي بقى هسألك اسئلة محددة فدك واتجاوب علي من كواليسة كم جيبك بقى عشان افكرك بس اعمل لك رفريش للذاكر تريزي جي كان قالب وشه ليه تريزي جي كان قالب وشه ليه تريزي جي كان يعني هو في الاول تريزي جي برضو لعيب كبير ومن اللعيبة المهمة المنتخبنا الوطني واللعيبة المنزل عمل الفارق لكن تريزي جي لما بعد اول ماتش تاني ماتش بدأ بعمر برموش تريزي جي نزل وعمل الفارق وكان من اللعيبة اللي كسبت كانت ساهمت ان احنا نحرز اهدف في المباراة دي طالت ماتشي لقى نفسه وهو هدف برا فمن دي برضو بتريزي جي طب انا يعني انزلت وساعدت المنتخب وكت موجود ليه اقعد برا مش نفسية يعني مش نفسية وحشة يعني الاتجاه الزمائله ولكن هو طبيعي هو عنده حمية على فرقته على المنتخب وعايز يبقى موجود من اول الماتش وعايز يلعب وعايز يكسر الدنيا تريزي جي من اللعيبة المهمة جدا لمنتخبنا الوطني وعمل فارق في الخلال السنين اللي فاتت ولكن هو كان من حقه انه يبقى مداء شوية انا عايز ألعب وعايز أبقى موجود انا ليه بقعد طب انا مش مؤثر انا لما بتلعبني بتلعيني وباثر بشكل كويس وباثر بأداء مميز عبد الرحمن عشان كده ما خدش حسين الشحات على اساس ما تعملوش مشاكل على الدكة ان موجود اللي اتنين تريزي جي تريزي جي ومرموش لا هو اللي حرارة كسة حسين الشحات حسين الشحات بلعب ناحية محمد صلاح فبقى شاف ان محمد صلاح موجود طبعا محمد صلاح يعني كلنا نطفق مش هيطلع مش هيبقى خارج مصطفى فتحي وخد مصطفى فتحي ان هو يبقى بديل لمحمد صلاح وكان عنده نزيزه بيلعب في المكان ده طيب عنده تلعب نعيبه بيلعبه في المكان ده فبالتالي حسين الشحات كان شاف ان هو هيبقى زيادة وزيادة غير مرغوب فيها في ان انا ادعم بعض المراكز انه عندي نقص فيها خنائت ابو جبل وكهربا يلا يا عبد الرحمة ابو جبل وكهربا في مشدة حصلت ما بينهم في الملعب في التمرين الاخير قبل مباراة الكونغة مشدة ملعب يعني ابو جبل كان بيكلم بالكهربا بشكل غير لاي فالكهربا رد عليه ولكن اللعيبة اللعيبة احتوت الموقف تماما وكهربا بعد التمرين روح لابو جبل القوضة وصالحه وانه مفيش اي حاجة بالعكس انه كان فيه موضوع ابو جبل والنادي الاهلي لما تفتح التفاوض فيه لعيبة ايدت الموقف ده وفيه لعيبة رفضت وفيه لعيبة رفضت زي مثلا كهربا كهربا كان مقايد ان ابو جبل يبقى موجود ويماشي وحارس كويس وحارس يقدر يعوض غياب محمد الشناوي اللي هيغيب على فكرة محمد الشناوي مش هيغيب ثلاث شهور يا كابت الموهي محمد الشناوي هيغيب ست شهور ست شهور ممكن يخش في السابع صحة السنة خلاص خلصت ممكن يخش في السابع فبالتالي فيه لعيبة ايدت ولعيبة عرضت موضوع ابو جبل لكابت الموهيب انه وتقال ان ابو جبل مضى في نفس يوم مباراة الكونغو الكلام ده غير صحيح طيب هل كان فيه اقتراح باللاعب بياسر ابراهيم كان ياسر ابراهيم خارج الحسابات تماما ترتيب المدافعين في البطولة دي كان احمد حجازي محمد عبد المنعم احمد سامي لا علي جبر احمد سامي ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم علي جبر يعني في حالة عدم وجود حجازي او محمد عبد المنعم البديل علي جبر تريزيجي اشتكى مين اه مشتكى مين اشتكى المين يعني اه تريزيجي يعني كان اشتكى لحمد حجازي واشتكى لحزم امام نوع ازاي انا ما ببقاش موجود وانتوا لازم تتدخلوا وانتوا لازم فيه كلام مع المدرب انا عايز ابقى موجود انا عايز اقلعب انا عايز افرح شعبي انا شايف ان انا لازم ابدأ المباريات وده مش بس ده غلط يا عبد الرحمان هو ده من حب الفيزيكي نوع يبقى موجود ده سمك لبن طب الهند يعني احنا لو بنلعب كرة شرب عندنا في شبرة على الصراية ما كناش كده طيب نيجي بقى للموضوع الاهم اصابة محمد صلاح اما دار حولها منك وليس محمد صلاح من الديئة من الديئة 16 في الشوت الاول في مباراة كامفردي وهو حاسس لا فيها حاجة غلط مش مباراة كامفردي عفوا مباراة تغانى مش دي جارية محمد صلاح لو كلنا نفتكر كرة اللي جي محمد صلاح يلعبها من مرة واحدة دي وشاط الهوى هي دي اللي عملت المز فلا هو ابتدى بقى لحد دا ما وقع فدى المتحمل على نفسه لحد الديئة هو مزء ولا شد نعم مزء ولا شد مزء لا واضح نمزء لنهو يعني لو شد ما يعودش غاب النهاردة وهيديم حل بالك لان بيانة اتحاد الكرة شد شد ما عارفش حاجة بيانة اتحاد الكرة وليفربول قال مزء بس كابت المهيب بيانة اتحاد الكرة اللي تظلم فيه وانا بقول له اهو لحضرتك دكتور محمد ابو العيلة اه طبعا لنقى درجة محترق دكتور محمد هو من اللي بيعمل البيانة مهيب من اللي بيعمل البيانة الدكتور طبعا الفريق يقول الولد دا كذا كذا هو مش اللي هيطلع على البيانة الدكتور هو اللي بيقول اه اتظلم دكتور محمد اتظلم في البيانة اللي نزل فهو كان غاضب اه جدا انه هو شاف يعني احنا محمد صلاح ما كانش عايز يمشي ومحمد صلاح كان عايز يكمل وهو قال كده كان عايز يكمل مع المنتخب ويتعالج ويبقى موجود فهي تصدرت للناس ان محمد صلاح عايز يمشي ودكتور محمد أبو العيلة شخص الحالة غلط من خلال الباني اللي نزل محمد صلاح لما عمله الإشاعة طبيعي جدا دكتور المنتخب بيبعثها النادي في ليفربول وهو بيبقى التنصيف كده تشخيط أبو العيلة يا عبد الرحمن تشخيط دكتور أبو العيلة كان ايه مزء لا كان مزء 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 بس خلاص زي ليفربول محمد أبو العيلة أنا عارفه كويس جدا كلهم بسر مطرف اتعاملت معه في معسكرات كتيرة ببتور كبير وكان موجود أيام صعادنا لكاس العالم ودورات كتير لا الرجل محمد أبو العيلة محترم شال شيلة مش بتاعته خالص بالنسبة لمحمد صلاح طيب على فكرة عبد الرحمن المز المز لو درجات اه يعني فيه مزء ممكن يبقى طوال اسبوعين فيه واحد عادك ثلاثة لا يا واحد إنه كانت موجودة إنه كانت موجودة وقرار القرار كان متاخد إن محمد صلاح هيرجع ليفربول بيان اتحاد الكرة أو التصريحات اللي خرجت قبل يورجين كلوب يعلن عن إصابة محمد صلاح اللي بيان كله إن محمد صلاح مطشنه ويبقى في الملعة طيب والكلام ده ما كانش صحيح محمد صلاح ما كانش مطشنه ويبقى في الملعة هم وراته الدكتور ووراته محمد صلاح يورجين كلوب بيتكلم بشفافية إن إحنا هنبعت ناخد صلاح ومعشرين يوم فترة إلاجه فبالتالي ما كانش يلحق البطولة حتى إحنا كنا بنقول يلحق الأدوار النهائية لا هو ما كانش يلحق البطولة كانت خاص البطولة بالنسبة له انتهت يا كابتن ما كانش يلحق اللي عمل البلبلة تقرير للتحاد لما طيع عليك ده شد والدكتور قالك ده مز طب ما فيه فرق الشد ده لكن المز من 3-4 أيام لكن المز من 3-4 أيام هو قالك مبارتين يعني قالك شد ومبارتين 6-7 أيام وبعدين لفربولي عبد الرحمن أعلن أنه هو مش هلعب لا تشيلسي ولا الأرسنال طيب ركز معي في السؤال ده هو الشناوي أساسا كان سليم؟ ما كانش يجهز 100% كابتن الشناوي كان 80% كابتن مصطفى كابتن مويب كان 80% الشناوي كان سافر من هنا مصاب كان عنده يبقى كتفه؟ لا لا ما كانش في الكتف كانت إصابة عضلية بعد الإجهال الإصابة اللي كان في النادي الأهلي بالظبط يا كابتن بالظبط ما كانش سليم 100% والشناوي يتحمل على نفسه وبرضو إحقاقها للحق ما كانش معرف حد خلص ما ده غلط ما كانش معرف حد الأداء كان باينة ما ده غلط قررت في المنعب كانت باينة أنه هو مش سليم طارق ده مش صح وكلنا مرنة بالتجارب ديت يعني ما هدي الدروس اللي احنا بنتعلمها ونيجي نعلمها لولادنا الصغيرين في التدريب في كلام في نصيحة لعيب الكورة نلعبها مصاب كابتن ده حصل ثلاث مرات ثلاث بيانات تلعوا لثلاث لعيبة من المنتخب بالنسبة لصلاح الشناوي إمام عشور التلاتة كان عليهم لغت كبير جدا لغت كبير جدا حتى إصابة إمام عشور إصابة إمام عشور ما كانش فيها الباني اللي تلع ما كانش فيه من الشفافية إنه هو يتقالل الوضع الحقيقي لإمام عشور حتى إمام كانزة علان جدا كابتن مويب عارف إنه هو أعلنوا عن إصابته دون إنهم يطمئنوا عيلته إنهم يطمئنهم أو يتصلوا بيهم أو إمام كويس لهم أعلنوا عن إصابة إمام ارتجاج في المخ وده أصاب عيلته طبعا بالزعر أصابنا كلنا هل كان فيه لعيبة في حتة؟ ولعيبة في حتة؟ طبعا يا كابتن طب إن اللعيبة يوصل لها عايزين نكسبه من أين بقى؟ عايزين نكسب من أين الكلام اللي يتقال ده مويب ده أقول لها حضرتك عليها كابتن مصطف بعض اللعيبة إنه وصل لهم إحساسي إن أنا بعيد ومش هشارك ومش هلعب وأنه بيقضي وقت في التمرين أو في المعسكر ده بره خلاص ده بره ده شكرا خلاص اشتخذ منه حاجة خلاص دي شخصية مدرب يا مو بص بص يا طارق شخصية مدرب كابتن مصطفى الفتق ما بين مدرب ومدرب التلاتين لعقيب كل واحد يحسن بأهو بإيه العقل ده خطير جدا آه طبعا ده شخصية مدرب يا كابتن خد الأخطر ما يحصل انقسام في اللحظة خل بالك يا جماعة أنا قاعد معايا اتنين كوتش خد الأخطر كابتن طارق إيح يا كوتش كابتن مصطفى يونس مدرب منتخبات ودرب منتخب الشباب وكسبت السنغال ثلاثة ثلاثة وقال الواحد فرق أرمى خمس سنين بص يا كابتن إمام عشور يالهم أنا هلعب أنا هلعب أنا هعمل أي حاجة عشان هلعب أنا همضي إكرار على نفسي إنه متحمل المسؤولية عشان هلعب بعض يعني أحد أفراد الجهاز الفني الأجنبي ردخ لرغبة إمام عشور وخلاص كان الراجل يبقى موجود له لها دكتور محمد أبو العلا قال لهم مش هيلعب خلاص فيه بروتوكول ستة أيام البروتوكول بتاع إصابات الرأس ستة أيام إمام عشور هيخضى عليه لكنه مش هيلعب ومش هيشارك كان هناك بعض التفكير حوله مشاركة إمام عشور إنه هم عارفين إن غياب إمام هيبقى مؤثر جدا على المنتخب وقد كان في هذه المباراة مباراة الكونغو إحنا كنا في الملعب مباراة سهلة جدا كان فيها مساحات كان فيها إنه يقدر أي العيب ياخد الكرة ويروح كان يروح على الجنعة لكن إحنا شفنا فيتوريا فيتوريا مع احترامي ليه تاية تاية وهو موصل دا للعيبة بعض اللاعبين كانوا بقولوا عليهم مدرب دا تاية مدرب دا مش عارف يعمل إيه ايه بعض اللاعبين قالوا إن فيتوريا تاية مش عارف يعمل إيه كم واحد اتنين لعيب قالوا عليه تاية بس اتنين لعيب فيتوريا تاية ما أنا بقول لك بانت في تغييرة مرموش ومحبوط حمادة خط التماسك مش عارف يغير مين واضح واضح إن المنتخب يعني أنا دلوقتي مش زعلان يعني أنا دا نزعلان أكتر لا لا نزعل أكتر لا نزعل أكتر كلها حاجات اندباطية يا مهيب دا كلها حاجات اندباطية يا رجل دا احنا تتعلق هذا التسييل كابتر تتمرنا مع عمدربين كابتر مصطفى أكسو بلا الدبانة عسألك سؤال عشان بلاش نقصوا على حاجة إيه دور المسؤولين على المنتخد رئيس البيعث المشرف العامة على المنتخد كان دورهم إيه كنت شوفهم بعملهم رئيس اتحاد القرى كان هناك ماشي كنت شوفهم بعملهم إيه كابتر مولي بقول لك مفاجأ مبارح يعني حاسمة أمام كامفيردي السيد جمال علام نزل قبل المطش ما كانش متواجد نزل مصر قبل المطش رئيس الاتحاد مش هيأثر مش هيأثر بس الوزير استدعاه يعني ليه الراجل مش هيأثر يعني هو هيد ليه العام ولا هكتشين بتاعة إيه بتاعة استدعاه السيد جمال علام ماشي عشان تعنيفة عشان مستوى منتخب اللي حصل ولما رجع رجع بدعوة من الكاف يعني لما رجع بقى المطش الكونغو كان بدعوة من الكاف ولكن طبيعي أنه طبعا كان رئيس البعثة هو مرضيها أصلا يعني الأستاذ طبعا كاليد رندلي والكابتن حازم إمام والكابتن محمد غرابة بصراحة بالذاتكة عايزة شهد كمان بالكابتن محمد غرابة يعني بالتحديد أنه كان عامل يعني حالة جيدة بينه وبين اللعيبة كان بيقدر يعمل على قد ما يقدر أنه يساعد اللعيبة من الناحية الإدارية كويس يعني كان شايف شغله بشكل كويس لكن اللي أنا عايز أتكلم فيه أن حتى بعد البطولة دي هيبقى هناك تغيرات إدارية في بعض المناصب الخاصة بمنتخم مصر بعد مباراة بعد مباراة الكونغو كابتن حازم إمام كابتن حازم إمام بتفيد لا بقول لك إلا أنا شفته والله قدمها المين يا عبر أحمن قلتلك ده أنا الشغلانة والله يا كابتن الشغلانة كلها بتاعتي لكن لكن الكابتن حازم إمام بعد المباراة أيوة قدم استقالته بشكل صريح تمام أيو قدم استقالته لمين للاستاذ جمال علام وطلب أنه يبلغ بيز الناس الإستاذ المقتصين شافهوا يعني ولا تحريق ولا كتب لا هو اللهم شوفه تحتيه يا صيغة أنا مش عايزة أبقى موجود آه شافعي لكن هم هم قالوا أنت كده بتحطنا في موضع حرج يعني ومش هينفع لازم ما نبقاش موجودين ولكن هو حتى هذه اللحظة كابتن حازم إمام عايز يرحل عن اتحاد الكورة عايز يرحل عن اتحاد الكورة فهم لما جم يتكلموا مع فيتوريا اليوم بقى اللي قبل السفر إلى العودة إلى مصر أي لما جم يتكلموا مع فيتوريا جم يتكلموا معه أنه هو يبقى فيه فسخ عقد بالتراضي الراجل رفض لا طبعا هيرفض طبعا الراجل رفض وقال لهم أنتو أثناء الاتفاق معايا ما كنتوش حاطين إن إحنا نكسر من قلتلك الكلام دا من قلتلك الكلام دا عبد الرحمن أنتو بتقولوا إن إحنا عايزين نعد نعد كاس عالم منتخب ولعيبة يقدروا يلعبوا كاس عالم وما دوسكم مش عافين عابوا أفريقيا يلعبوا كاس عالم لا طريق هو من اللحق 29 سنة ونص أكبر معدل أعمار عمرها ما حصلت في أي دورة أكبر معدل أعمار في المنتخبات هو منتخب مصري باب تعد إيه دا أنتو مش واخد لك مثلا منتخب قلومبي اثنين ثلاثة مش واخد حمزة علاء مراجل جاية من المشروع يعني مشروع مشروع تاخد يا كابتن النهاردة بارتشلونة بيلعب فيه واحد عند تستاشر سنة أيوة دا مشروع كابتن تاخد المفاجأ انتعرف المشروع عندنا في شبرا اللي هو ايه المشروع عندنا الميكروبسات سمعين عندنا في شبرا مشروع فده مشروع يا كابتن مهيب فيه لعيبة يا كابتن دا كان فيه التشكيل كان بيتغير يا كابتن قبل ما قبل ما السكورشيت يتسلم مروان عطية كان هيلعب مطش غانا كان هيلعب أساسي مطش غانا وفي آخر لحظة في آخر لحظة غيروا مروان عطية وحطوا محمد النين آخر لحظة والذكورشيد بيتبع عشان يسلمه ايه الضغطات دي من مين ايه ده الراجل مشتت فيتوريا كان مشتت لحد ده اخر فتوح ده مع الكلام ده خطير جدا جدا ما انا بقوله تتكلموا في ايه انا شفاهم حاجة ايه انت بتقوله ده عبر حمار احمد فتوحي تفاجب ومشاركته ده لازم يمشي مبارح مش يمشي بكرة ايه ده لازم كان يمشي ده مدرسة يا جماعة ده مدرسة فتوحي لحد ما وصلنا الفندوق مش قادر ياخد نفسه يا خبرة بيض مين احمد فتوح ما كانش قادر ياخد نفسه لحد ما راحوا الفندوق مش قادر ياخد نما استبدل ونزل مكانه محمد حمدي ده لما قعد على الارض ببداية شر التاني صح نحن بنتكلم على المطشين مطش الكندو مطش كان فيردي اه لأ بتكلم على كاف فيردي لما تغير بين الشطية والله عادتك حلو عبر احمن لا بكمل لك يا كابت في بعض اللعيبة لما كان بيظهر لما بيعرفوا لما بيعرفوا استنى طارق استنى طارق قول يا عبر احمن قول كابتن طارق سمعني سمعك يا مودي تفضل بيقول لك اتوحاش نحن كلنا سمعين كنت البطل النهار اه اشان اسم حد غيرك يا حبيب قول كل اللي عندك حد ما تقول انا خلصت تفضل بعض اللعيبة لما كانوا بيعرفوا ان هم مش في التشكيل قول لك طبعا انا اعابل دا ليه اعت لدا ليه لعب بتاع زميله اللعيب بتاع زميله اه انا اعاد بره اعار بيلعب مكان LEA بياطاعه فبعض يعني بياطاعف بعض اللعيبة مثال مثلا يا آمرا لش عالي اللعيبة بصا يا كابتن والله ان اللعيبة احذرهم أنا عايز اقولك حاجة اللي حصل دا بدو كوتش دايما كان كل معصرة دايما كان لعيبة أنت ما بتطلعش كل حاجة موجود أنا بقول لك عبد الرحمن عنده حاجات مش هينفع هيقولها ده أنت قولت له وتطلع كل اللي عنده نعم ليش بس في حاجات بالأسماء صحيح نعم ليش هلين أسماء أنت فاهمني إحنا بنقول وفي بعض اللعيبة اللي توعيشنا ليستوعبه عبد الرحمن برضو تصديقنا على كلامه وفي لعيبة المفروض ما كانتش تنضم خالص في لعيبة ما لعبتش قدت هو جايبنا ليه في لعيبة ما لعبتش إحنا جايين ليه ولعيبة محترفة طيب ممكن يسألك صالح عبد الرحمن دور محمد صلاح إيه في الليلة دي كلها اللي هو يعرف يعني احترافي يعني صلاح ده الأيقونة بتاعتنا كلنا صلاح كان في مؤتمر الصحفي طبعا أنا سألته سؤال قلت له محمد صلاح أنت بتتعامل إزاي مع الانتقادات بدورك كقائد للفريق في الانتقادات اللي بتتعرضوا ليها بتعامل إزاي مع اللعيبة وإن أداءك مع منتخب مصر ما إزاي أداءك مع ليه فاربور طيب أنا عندي بيان بس انفراد على الهوى تاني نظرا ده صلاحوا البيان لا طيب البيان ده لسه هينزل دلوقتي نظرا التكدس الشديد فيه من مندوبي الأندية فيه الساعات الأخيرة للقيد وبناء على رغبة العديد من الأندية في مد فترة القيد الشتوية والتي يتوافق مع تعديلات الاتحاد الدولي لكرت القدم الجديدة يعني القيد ده في تعدلات جديدة في تعدلات جديدة على مسندة ودعم الأندية المصرفة قد تقررت عديل نهاية فترة القيد الشتوية كما يلي القسم الأول ينتهي يوم السلساء الموافق ستة اتنين عشرين اربعة وعشرين بدلا من الاربعاء واحد وتلاتين واحد يعني زي ما قلتلكم في بداية الحلقة الحمد لله انفرضنا بيها يعني بنأكد الكلام رسميا يعني أنا قلتلكم القيد تمدل ستة يناير بداية الحلقة فرسميا اهو بينزل البيان القسم التاني بينتهي يوم الخميس تمانية اتنين القسم التالت والرابع يوم الأحد حداشر اتنين على ان يستمر العمل بباقي الشروط والتعليمات في منشور القيد لموسم عشرين اربعة وعشرين عشرين تاتة عشرين عشرين اربعة وعشرين وليد العطار المدير التنفيذي وهنعرض لكم على الهواء مباشرة اهو عندكم هتقول هتهنع على الهواء يا رجالة فضل عبر رحمن كم عبر رحمن أنا مش بسأل لا لو عايزين تسألوه بقى بحاجة لا أنا عايز اسأل دور كابتن الفريق ايه سيبك من هو بلعب هنا او بقى جزي انا هكمل لحضرتك انا هكمل لحضرتك فصلاح رد قال انا بقول للعيبة طبعا ده السؤال لك وتسأل طوله قال انا بقول للعيبة راشل انتقالات الكتير تفكر بس في دورها مع المنتخب واني هي تقدر تكون موجودة كابتن اه كمان عايز اقول لك ان صلاح صلاح نفسي اخد بطولة مع المنتخب اه طبعا طبعا يعني صلاح نفسي اخد بطولة مع المنتخب سعب بتجيله حالات يأس ان ليه الناس كلها بتهجمني وانا انا هدفي زي هدفهم ان انا عايز اخد بطولة اعايز حاجة مع منتخب مصر ان اللي باقي لي بعد مشواري طبعا مع البطولات الفردية ادائي مع منتخب بطولاتي مع المنتخب فهو عايز ياخد بطولة وشايف ان الناس بتهجمه مش بتساعده يعني هو شايف ان الناس بتهجمه ومش بتساعده اه رد فعل اللعيبة والجهاز الفني بعد تويتة صلاح ووكيله رامي عباس اللعيبة كانوا عارفين ان صلاح مش مكمل البطولة هو قال له مش هيكمل البطولة وان الاصابة كبيرة وهو قال لهم كده ولكن حتى اللحظات الاخيرة الراجل ما كانش عارف يلعب بقى بديل صلاح بصفة فاتحه واللزيزه فقدر يجرب كتير يلعب ده شوية ده شوية لا أسباك من تريك اللعب رد فعل اللعيبة والمعاصقة بعد تويتة صلاح ورامي عباس ما كانوش متفاجئين ان هم كانوا عارفين من قبليها ان صلاح ماشي يا كبت هم كانوا عارفين ان صلاح ماشي ومش مكمل طب انت قلت في كلامك يا إبررحمن فيه الضغوط على المدرب هو مين اللي كان ماشي الليلة دي هناك مين بقى اللي كان مدورها اين نوعية الضغوط اللي كانت نتدميرها يعني زي النمي تشتيج بتغير اللعيبة منقسمة هو نفسه راجل مشتت أيوة حبيب ما فيش لعيبة ضغطة عليه الجهاز المعاون بيعمل ايه مش هو ده المرجع بتاع الراجل الجهاز المعاون يا مهيب شباب أنا بنيل لك اللي حصل كل أكمل لك هناك بعض اللعيبة في وسط المباريات مش بعض اللعيب أنني بالتحديد وحجازي أما اللي اتنين قالوا مكررين خلاص يعني إحجازي قالك دي آخر بطولة لها مع المنتخب وأنا عتزل دولي وإنني بعد الهجوم الدائم عليه هو قالك خلاص أنا برضو بفكر أن أنا تبقى دي آخر بطولة لها وهعلن الاعتزال دولي وإنك بعض اللعيبة كانت مكررة كرات حاسمة بالنسبة لمصيرها أثناء البطولة مش هو لا العيب طلع قالك أنا اعتزلت دولي مش هيعلنه دلوقتي يا كابتن هم شايفيني دلوقتي الموضوع سخن يعني الواحد بيعلن اعتزاله لما يبقى حامل لقب متوج بلقب أو عند ما يبقى فيه فوق هي الدينة تهدى ويقولك بقى أنا اعتزلت دولي أو أنا مش هلعب دولي تاني أنا حزين يا عبد الرحمن اللي انت بتحكي ده لا أنا بقول لها كابتن احنا مش بنقص على المنتخب لا مش بنقص أصلا بتتكلم معاقعة طبعا عايزين نكسب منين واللي انت بتحكي ده عايزين نبقى بنلعب كويس منين ده يعني من تعرف المقولة الشهيرة بتاعتنا اللعيبة موفقة وغير موفقة من اللي انت بتحكي ده بس يا كابتن اجازي الفني كان ليه أثر بالسلب كبير على اللعبين طيب أضبار لا بس عليها مالشا كانت مصطفى اللعيبة اللعيبة تتحمل لا ضرب كبير هي الأساس حتى لو ما بيش مدارن هي الأساس طبعا تلم نفسها وخاصة ان انت معاك مدير فني أجنبي يا مهيب عارف لو مدير فني وطني مش هيحصل الكلام انت بمهيب وانا بس وانا بس حانت الدنيا تلمت مش هيحصل وانا بس عبد الرحمن ليه دور كابتن الفريق يعني الشناوي وصلاح دور الكبر واحجازي مش كده؟ دورهم ايه مع اللعيبة مع زمايلهم؟ انا عايز اقول لحضرتك حاج يعني انت شدت باحمد سامي وقلت عليه النواة الساعة السوسرية ولعب منتظم وكبير في المدرج تلات مباريات قاعد في المدرج محمود حمد اللعيبة في المعسكر بيقولوله ده الراجل ده أبوك على فيتوريا الراجل برضو مستبعد خالص ومش موجود في لعيبة كانت متفجأة احنا ليه بعيد كابتن مصطفى يا عبد الرحمن بص يا عبد الرحمن اذا كان ربو البيت بيدوفه ضريب قصة قصة مدير فني بحتة ليه؟ اولا مفيش عدالة يا كابتن العدالة مش موجودة العدالة اللي بتعمل التوفيق بالزبط لو انا عادل اذا كان بيقولك اللعيبة واحد زي قالك الساعة السوسرية الساعة السوسرية هو 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 يعني بتصبط معيدك عليه مثلا يعني ولا ايه؟ شعر ساعة السوسرية انت بتمدح في أحمد سام انت معادل في المدرج ثلاث متشات فاهم؟ انت اواخد لعيبة يا كابتن مصطفى علشان معملوش مشاكل على ديكة الاحتياط اسمعي يبقى زي ما قال موهي بضعيفي بندانو بضعيفي عايز تعرف عايز تعرف فيتوريا فيتوريا مكمل ولا لأ من تصريح محمد صلاح في المؤتمر الصحف انه مكمل لما اتقال ان بعد مباراة لو منتخل يعني محمد صلاح هو اللي قرر فيتوريا مكمل لا بس لا لا طبعا بس يعني لما الراجل بيحظى بدعم لا لا طبعا من محمد صلاح بيحظى بدعم منه فطبيعي جدا ان الراجل يبقى متطمن خاصة ان محمد صلاح النجم الكبير جدا اللي منتخبنا الوطني وايكونة الكرة المصرية في الفترات الاخيرة وفخر مصر والعرب فلما محمد صلاح فيتوريا يتسئل سؤال بشخص اللي شخصه هو انت بعد مباراة كان فيردي لو قسرنا انت مكمل ولا ماشي وصلاح هو اللي يرد بالنيابة عنه اذا دي مكمل فانا يبقى لي حاجة المدرب مش هيمشي غير ما يجيوا لهم تعليمات اتحاد الكرة مش هيقدر يمشي المدرب غير ما ياخدوا تعليمات يمشي ولا يعوه صح انا معاك انا معاك بس كده ومعش من قص تعليمات دي تعليمات من المسؤولين وعضح عشان المسؤولين في الدولة يبلغوا اتحاد الكرة بس لا هي مش كده اتحاد الكرة هيبقى ليه قرار ايوه ما هو التحاد الكرة ده مش مسؤول هو اللي بيدير هو الراجل اللي رياحنا وقدم استقلته ده مش هيحصل يعني المفروض يعني انت راجل مدرب كبير وليك اسم يعني انت فشلت فيه انك انت حتى توصل للدور قبل النهاء صعبة جدا والبيان بتاع التحاد الكرة ده كمان راجل ايه مهيب راجل ايه عارف ايه ان السنغال طلعت يا جماعة وجزار طلعت المغرب طلعت اه مش فارقة احنا ده البيان بيدور يعني هو مش عايز يقولها مباشرة فهو بيدوروا ينف حولين ايه ان فيه فرق برضو منتخبات كبيرة خرجت فمش اضيع ده اللي ادى الاريحية ده اللي ادى الاريحية كمان لاتحاد الكرة ان فيه منتخبات زي المتخب المغرب ده خرج منتخب السنغال خرج الجزار خرج فاحنا مش مفاجأ ان احنا كمان نخرج ان المتخبات دي في الفترة كانت افضل مننا ومع انهم في الاخر خرج يا عبد الرحمن فيه فارع ام مستنيين ده وزير الرياضة ايوه طيب وضح كده ايوه كمسؤول هاي بعت وزير الرياضة قلوهم عدو او مشو هي دي التعليمات اللي قصدها محمد عمر نطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا خليك معانا عبد الرحمن ما تروحش في اي عدة